في فيديو النهاردة هنعمل مع بعض كيكة الشوكولاتة العائلية هنعمل الكيك بثلت بضات بس وفي الخلاط خمس دقيق هنكون عاملين الكيك الكيك مسامات وديقة وهش وخفيف ومرتفع والكريمة كمان جديدة ولذيذة جدا وطعمها حلو جدا من أروع ما يكون من أروع الكريمات بتاعة الشوكولاتة اللي هتدقوها في حياتكم يلا بينا نبدأ باسم الله وعلى بركة الله نشوف المقادير وطريقة التحذير هنحضر الخلاط بتاعنا وهنحط فيه تلات بضات طبعا البيض قبل ما نستخدمه يكون بدرجة حرارة المطبخ هنحط عليهم كوباية من السكر أنا استخدمت هنا سكر بودر تقدر بتستخدمه السكر العادي الحوابات وطبعا علشان زفارة البيض هنحط اتنين كيس من الفانيليا تمام تمام لو انتوا اول مرة بتشوفوا قناتي ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا مني كل الوصفات اللي ده اللي بقدمها لايك وشير لو الفيديو عجبكم وكمان حطيت نصو كوباية من الزيت حطيت كوباية الا ربع من اللبن وحطيت كمان رشة من الملح هناخد بقى كل المكونات دي على الخلاط هنشغل الخلاط بتاعنا وهنضرب المكونات مع بعضها لمدة لا تقل عن اربع لخمس دقيق هنضربهم كويس جدا انا عاوز الكيك بتاعي يكون هش وخفيف فبدربه كويس جدا علشان خاطر الكيكة بتاعتي تكون خفيفة هنحط بقى بعد ما ضربناه كويس جدا هنحط على الخليط بتاعنا تلات معالق كبار من الكاكاو الخام المر الكاكاو الخام هنا افضل حاجة علشان يديني طعم غني للشوكولات للكيكة بتاعتي ويديني طعم للشوكولاتة هنحط عليهم ايه بقى بعد ما ضربنا الكاكاو مع المكونات هنحط كوباية ونص من الدقيق طبعا الدقيق ده منخول ودي خطوة مهمة جدا لازم الدقيق بتاع الكيك يكون منخول هنحط عليه نص معلقة من البيكنج سودا نص معلقة صغيرة طبعا بيكنج سودا معلقة كبيرة مليانة من البيكنج بودر وكمان معلقة كبيرة مليانة من الخل الخل هنا هيديني هشاشة للكيك بتاعي هيخليه هش وخفيف وكمان هيمنع لي زفارة البيت هنضرب بقى المكونات دي مع بعضها لكن مش هنضربها كتير يدوبك بس دقيقتين كده المكونات تختلط مع بعض وخلاص لان احنا طبعا لما نحط الدقيق ما بنضربش الكيك كتير خلاص كده الكيك بتاعي بقى جاهز بصوا في خمس دقيق بس حضرنا الكيك في الخلاط كيكة سهلة وسريعة هاخد بقى الاسباتشولة بتاعتي كده وانزل الجوانب بتاعة الخلاط بتاعتي علشان لو فيه اي دقيق ما اختلطش يكون اختلط كويس جدا حضرت بقى الالب بتاعي وهندهنه بالزيت زي ما احنا شايفين مع بعض كده هنوزع الزيت في الفرشة بالفرشة في الطاجن كله او في الالب وهنحط معلقة كده من الدقيق وهنوزعها برضو كده وهنبضر الالب بتاعنا كويس جدا علشان خاطر الكيك بتاعنا ما يلزقش هو مش هيلزق بس برضو آآ لازم نعمل الخطوة دي هنحط بقى كده او هنصب خليط الكيك بسوق الخليط بتاع الكيك ما شاء الله ناعم وما فوش اي فقاعات وخليط متجانس وقوام متوسط القوام ولا هو خفيف جدا ولا هو تقيل جدا بعد بقى ما حطينا الكيك في القالب لازم ان احنا نخرج كل الفقاعات الكبيرة منه فبنعمل كده آآ بالاسباتشولة بنحاول ان احنا نخرج الفرهات حطينا بقى الكيك في الفرن على درجة حرارة مئة وتمانين لمدة خمسة وعشرين دقيقة لتلاتين دقيقة هنختبر الكيك بتاعنا بخلة خشبية لو كان استوى خلاص بندفي عليه الفرن وبنسيبه بقى لما يبرد تعالوا بقى نحضر مع بعض كريمة الشوكولاتة اللذيذة اللي هي اروع كريمة ممكن تحضروها على الاطلاق حضرت كسرولة وحطيت فيها نص كباية من السكر البودر تقدروا تستخدمه سكر حبيبات وحطيت عليهم معلقتين كبار من الدقيق وكمان معلقتين كبار من النشا وكمان حطيت تلات معالق من الككاو الخام المر وهقلب بقى كده كل المكونات دي مع بعضها كويس جدا وبعدين هنحط عليهم نص اللتر من الحليب تمام كل المكونات والمقدير هسيبها لكم ان شاء الله في صندوق الوصف خلاص كده انا حطيت الحليب بتاعي هنقلب بقى كده المكونات على البارد مع بعضها كويس جدا وبعدين هنرفع الكريمة بتاعت دي كده على النار لحد ما القوام بتاعي طبعا هنفضل نقلبها طول ما هي على النار علشان الككاو ما يتحرقش ويلزق في قوع آآ الكسرولة وحنقلبها كويس جدا لحد ما القوام يبقى تقيل كده وآآ يبتدي ان هو يتقل معايا هننزل عليها بمعلقة كبيرة مليانة من الزبدة وهنقلب برضو الزبدة كده وكمان هننزل عليها بميت جرام من الشوكولاتة الخام الشوكولاتة هنا هتدي لي الكريمة بتاعتي طعم غني كده وطعم آآ حلو مميز جدا وخلاص بقى اول ما نحط الشوكولاتة والزبدة هندفل نار وهناخد بقى الكسرولة بتاعتنا نرفعها من على النار ونحاول ان احنا ندوب او نسيح الشوكولاتة كويس جدا مع الكريمة بتاعتنا طبعا الشوكولاتة والزبدة هيدوبوا بسهولة آآ لان طبعا الخليط بتاعي سخن الزبدة هنا هتدي لي لمعة حلوة جدا للكريمة بتاعتي والشوكولاتة هتخلي طعم الكريمة آآ بتاعتي غنية جدا خلاص بقى كده كان الكيك بتاعي آآ استوى وبرد وبعد حوالي ساعة كده جبت الكيك بتاعي وعملت الكريمة اللي انا عملتها دلوقتي هاخد كده خلة آآ خشبية او خلة اسنان وهنبتدي ان احنا نعمل سقوب كده آآ خمسين ستين كده آآ سقب بيء الخلة علشان خاطر انا هنزل الكريمة بتاعتي وهي سخنة على الكيك يعني انا الكيك عندي خلاص برد تماما والكريمة هي اللي سخنة نقدر بقى قبل ما ننزل الكريمة بتاعتنا نقدر ان احنا نحط او نسقي الكيك بتاعنا بكوبية من الحليب لكن انا محبيتش بصراحة ان انا اعمل كده لان الكيك بتاعي كان هش وطري جدا مش محتاج لكن لو انتوا حبيتوا ان انتوا تسقوا الكيك بتاعكم الاول بكوبية من الحليب ما فيش مشكلة خالص بعد كده نزلت عليها الكريمة بتاعتي وهي سخنة وآآ سويت كده السطح بتاعها وسبتها بقى تبرد كده شوية برا التلاجة وبعدين دخلتها في التلاجة قعدت حوالي ساعتين تلاتة كده وخرجتها من التلاجة هزينها معاك وبقى كده تزيين بسيط جدا هيدي لكيك الشوكولاتة بتاعتي شكل كده فخم وشكل راقي يعني هتحسوا ان انتوا كده عاملين جاتوا آآ مش بس مجرد انه كيك شوكولاتة عادي وخلاص جبت كده ورقة كراسة زي ما انتوا شايفين معايا بس كبيرة شوية وحطتها كده بالعرض وابتديت ان انا احط كده بالمنخل بتاعي كاكاو خام والجزء التاني كنت محضرة قطع كده من الشوكولاتة مقطعها كده بالسكينة وهحطها برضو كده اجرنش بها الجنب التاني علشان خاطر الكيك بتاعي يكون شكله حلو وراقي وشيك جدا تقدروا لو عندكم ديوف تعملوا الكيك ده ينبهروا بي جدا وهيفتكروا ان انتوا شارينوا من بره لانه فعلا فخم جدا في طعمه وشكله وكمان قوامه حلو جدا وكده نبقى حضرنا مع بعض كيك الشوكولاتة بتلت بيضات في الخلاط في خمس دقايق وعملنا له كريمة آآ لذيذة جدا جديدة وحلوة وطعمها آآ كريمي وغنية كمان بطعم الشوكولاتة بمقادير اقتصادية موجودة في كل بيت حضرنا لذيذة حلية ممكن نعملها كيكة الشوكولاتة بالكريمة هنقطع بقى كده حتة من الكيك علشان اوريكم القوام بتاع الكيك بتاعي قد ايه هو هش وخفيف وكمان الكيك بتاعي المقسمات بتاعته ديقة ما فيوش اي فقاعات كبيرة ولا آآ اي اخطاء كيك مثالي مظبوط جدا حضرنا الكيك بتاعنا بدون مضرب كهربائي ولا آآ اي معدات ولا عجان حضرناه بطريقة سهلة جدا في الخلاط ماخدش مننا خمس دقايق وكان الكيك جاهز معنا بصوا بقى الكيك بتاعي ما شاء الله طحفة وطعمه كان حلو جدا وغني غني جدا جدا الكيك كمان طعمه حلو قوي والكريمة مديالو فخامة وطعم راقي كده بصوا افضل بكتير بقى من آآ الجاتو من الترط كمان طعمه حلو جدا هتحسوا ان انتو بتاكلوا كده جاتو فخم مش بس مجرد كيك بالشوكولاتة وبالصحة والهنة لو انتو اول مرة بتشوفوا قناتي ما تنسوش تشتركوا في القناة واتفعلوا زر الجرس عشان توصلكم مني كل الوصفات الجديدة اللي بقدمها اشوفكم في قصفة جديدة باي باي ترجمة نانسي قنقر